اشتركوا في القناة وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم مجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أجن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفعنا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضيهم ميثاقهم وكبرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكبرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكبرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهرنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الرزقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل منه قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومذنين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إن تغوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستوكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستوكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا عملوا الصالحات فيوفيهم وجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استوكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله بليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوعا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه سراطا مستقيما يستفدونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤنها لك ليس له ولد وله أخت فلها نص ما ترك وهو يرثها إلا من كلها بلد فإن كانت أثنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ولساء فلذكر مثل حظ الأنسيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وافوا بالعقود حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاستادوا ولا يجرمان لكم شنأن قوم أو صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعابنوا على البر بالتقوى ولا تعابنوا على الإثم والعدبان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك في السل اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم مخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخبصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجبارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما مسكن عليكم اذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم حل لكم الطيبات وطعم الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعمكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أو جورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سبل النوجاء أحد منكم من الغائط منكم من الغائط أو لمستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدوا لضحركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يزنمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقربوا للتقضى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قاموا أن يبسطوا إليكم أيديهم فكفى أيديهم معكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لإن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزلتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوح الظم نذكروا به ولا تزال تطلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فعفوا عنهم مصطح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوح الظم مما ذكروا به فأغلينا بينهم العذابة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أرادا يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات واللغض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات واللغض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذا جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا اللغض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإن لكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب عدوا ربك فقاتلا إنها هنا قاعد قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيحون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين وتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من نحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إليدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخي فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوة أخي قال يا ويلتا أعجزت أن نكون مثل هذا الغراب فأواري سوة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني سرائل أنه من قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفسنا وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب العظيم إلا الذين تابوا من قبل وتقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من الأرض وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملغ السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمننا بأفواههم ولم دوا من قلوبهم ومن الذين هدوا سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله الشيئ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للصحة فإن جاءوا كرحكم بينهم وأعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروا كالشيئ وإن حكمت أحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعيدهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أعزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها اللبي والذين أسلموا للذين هدوا الربانيون والأحبار المستحضوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكذبنا عليهم بها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والذن بالذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مر ومصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموحظة للمتقين وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأوزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم عما جاك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما داكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولى فاعلم أن لما يريد الله أن يصيبه ببعض ظنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود فلنصروا أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم يقن فإن له منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فطرى الذين في قلوبهم مرض يسادعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرا فعسى الله أن يدي بالفتح أمر من عيده فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين قسموا بالله جعد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يغتد منكم عدينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله آسع علم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا الذين اتخذوا دينكم خسوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها خسوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنطمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عيد الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرادة والخنازير وعبد الطاقود أولئك شر مكانا وأضل عن سباء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا فقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون بالإثم العدوان وأكلهم الصحفة لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم العثم وأكلهم الصحفة لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت يديهم ولعنوا بما قولوا بل يداهم بسوطتان ينفقوا كيف يشاء ولا يزيدان كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا وألقينا بينهم العذابة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ولو أنه مقاموا الطورات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من العاس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل ساء بني سرائل اعبد الله ربي وربكم إن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر الناي فكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سباء السبيل لعين الذين كفروا من بني إسرائل على لسان دابود بعيس ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعكدون كانوا لا يتناهون عن موكر فعلوا لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتملون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنففهم أن سخيط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم لكن كثيرا منهم فاسقون لتجد أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجد أقرب هم مبدة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر